شكرك تحت الهوى جبران بيسي لأنك ساعت وزير الطاقة بالجزائر لا لا وما عرف أصلا وما حكينا فيه كيف ساعته شخبرني هل لعب الدور أساسي بقصة الجزائر حاولت يعني أنا بدوري كأهلامي لأنه أنا توجهت لدعوة إلى الجزائر مشكورة وأنا هيدا بلد عزيز جدا لي ودايما بسافر كنت عليه وأنا غطيت كل حرب والبيتسمى العشرية السوداء عشر سنوات لأنه كنت مراسل حربي وعندي صدقات كثير كبيرة فيه فآخر مدة من حوالي الشهر تقريبا توجهت لي دعوة على الجزائر ما قبل القمة العربية طلعت على 13 مقابلة عمليا تلفزيونات وإزعات وكذا وهيك وتم استقبالي بالرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وجاني وافت حتى على الأوتيل من وزارة الخارجية وهيك لما كنا عم نحكي فأنا قلت رأيين بالجزائر وتم الاستماع إليهما بشكل جيد أول شي كان فيه حتما خطأ من لبنان لأنه أنت وقت بتقدم دعوة على شركة سوناتراك اللي هي عمليا الجزائر بدك تحمل مسؤوليتها هل وصل فيول عن جد مغشوش أو تم تبديله بالبحر إنه الجزائر يعني بحاجة تجي تبعط لنا فيول مغشوش على لبنان إنه بده يكون الواحد عاقل اتنين الجزائر كل عمرة وقفي إلى جانب لبنان والقضايا العربية الكبرى كل عمرة يعني إحنا إجتنا مساعدات بعد تفجير المرفأ من الجزائر كتير كبيري ما حدا حكي عنها لأنه ما بيحكوا ناس كتير يعني إذا بدك بروفيل با ما بيحكوا عن الأشياء اللي بيعملوها اتنين الجيش الجزائري إجا قاتل على الجبهات العربية بالحروب ضد إسرائيل الثلاثة بموضوع لبنان إحنا كان عنا خط طيران عنا رحلتين من بيروت لهونيك وصارت قصة مشكلة الفيول أنا كان رأيي لازم لبنان يعالج مشكلة الفيول بما يحفظ كرامة الجزائر لأنه الجزائري عنده كلمة بيسموها نيف وهي من الأنف يعني الكرامي عمال البدكية بس ما تدقلوا بكرامته اعتبروا الجزائريين أنه لبنان مس بكرامة أهم شركة نفط عندهم فمس بكرامة الدولة وطلبوا باعتذار أنا كان رأيي وقته وصار ويعني تم قبوله بشكل ممتاز أنه لازم ترجعوا الطيران إلى لبنان لأنه نحنا ما بيصير أنه بس نجي على الجزائر نمرو عبر تركيا أو العبر الخليج أو عبر فرنسا لازم نجي مباشرة كان عنا رحلتين بالنهار هاي مشوا حالة والخطوة الثانية النفط اللي كان أنه أوكي بيصير فيه تسوية نوع من الاعتذار اللبناني الجدي والجزائرية بدون يعطوا فيول للبنان أنا كان عندي الجو صار إيجابي وأتحدد أول موعد لوزير الطاقة بعدين تأجل لتاني موعد وبعتقد هايدي ساعة ميت ساعة ميت وربما تكون كمان بتمنى من الرئيس نجيب ميقاتي لأنه بده هو كمان يقطف ثمرة الاتفاق إذا بدك شو نصت المعلومات اللي صارت مع الوزير الطاقة بمطار الجزائر والتولو بالصحافة ما بعرف بس بالاختصار اللي صار باختصار اللي صار أنه وقتا أنا أخذت من الجزائريين جواب إيجابي ودعانا ساعة السافير اللبناني هونيك على غدا وحكينا فيه وكان لعب هو دور كتير كبير كمان فأنا بعتبر أنه الاطلالات الإعلامية والاتصالات المباشرة اللي عملتها معهم للجزائريين ربما مهدت الجو بشكل إيجابي للموضوع شفت يعني بتعرف تلعب لعبة الشأن العام ومعه تكون نائب أو وزير يوماً ما لا لا أعوز بالله لا أنا من هلأ باللك لا لا وعرضت عليك رح تقول لا أبدا في غيرك خليني أحكي لك بشكل صريح أكتر أنا لو ترشحت للنيابي ببيروت هالمرة كنت أخدتها بسهولي لأنه كان عندي كل الشروط أنه أعمل نائب بأبسط ما يمكن اسمح لي بالوزارة لما إجا أخونا وزميلنا جورج رداحي على الوزارة تلفنت له هنيته بس قلت له الله يساعدك وكان عبيقلي سامي يبدأ نشتغل السواء بتاع في قناوية من أيام منطقال لو كنا نساعدها هيك بنا نشتغل سواء وبنا نساعد وكذا لأنه بنا نعمل مشروع إنقاذ بتقلي بكرة الصبح سامي عمال وزير إعلام بس أنت عندك القدرة أنك تعمل استراتيجية إعلامية جدية بالبلد وأنك تعزز وضع الإعلاميين بلبنان وأنك ترجع تخلي تلفزيون لبنان يصير تلفزيون أول وتخلي الإزاعة اللبنانية تصير إزاعة أولى وتعمل شرعة إعلام بالبلد توقف الفتن ويصير نقابات الصحافي عندنا والمحررين قادرة تخلي الصحافي عنده طبابة وعنده تعليم وعنده كذا وعنده كذا بقل لك بكرة الصبح بعمل وزير ما عندي مشكلة إزا بقدر بعمله بس أنت بك تعمل وزير من شان شو يعني ما عندي مشكلة إزاعة التيار يلي كان كله حواليه بعدد هائد لأنه عنده داخل التيار ناس ضده عملياً ما بيعنه عن موقفهم في نواب أساسيين ضده عملياً وبتصور إنه إن شاء الله عمره طويل رئيس ميشيل عون بس بعد رئيس ميشيل عون العوني شو ما قلت له بيوافقك حتى لو قلت له مثلاً جبران غلط فلان غلط كذا بس ما تقرب عليه في محبة تجاهه مثل محبة الزعمة التانية بالبلد بعدين ما تنسى إنه ميشيل عون أنا خلص عهده يمكن لو كان بعده ما كنت بحكي هالكلام ميشيل عون إجا من بيئة فقيرة عملياً هو مش نتاج وراسة سياسية ميشيل عون عناده اللي هو مرات كتير اشتغل ضده بس نفعه كتير بمحلات معين هو كان صلب بمواقفه لدرجة إنه فل مهزوم من لبنان ورجع رئيس عملياً وكان مرن بالتحالفات فشعبيته بطياره بحبوه يعني في عاطفي تجاهه في عاطفي هو تعاطى مع طياره بمرحلة مدى الاستقالة غيرت شي؟ ما عملت شي هالآن عنده مبرر وقعداء عنده مبرر ما غيرت شي ما غيرت شي ما قالوا لزوم ما يلزم يعني ما عملت شي بس هني بيعتبروا إنه ترسيم الحدود برأيك تنازل لبنان فاوض بقوة وحصل على حقوق بقوة بس تنازل أكيد وإسرائيل تنازلت نحن اتنين اتنازلت بس مية تنازل أكتر بتصور مثل بعض هاي أول مرة إسرائيل بتعمل اتفاق مع دولة بلا ما تكون مهزومة دولة ترسيم الحدود معقول يفتح مجال سلام مع إسرائيل أو أي نوع من التطبيع أو شي لحل هيدا النزاعي اللي موجود على الحدود؟ أنت مجلد ما بلشت تعمل اتفاق مع إسرائيل صادت الأبواب مفتوحة بس نحن عنا بلبنان خليني يقول نص لبنان رافض التطبيع على الأقل فصعب تعمل تطبيع مع إسرائيل فوز نتانياهو ووعده بتنزيق اتفاقية الترسيم بيعملها بس نتانياهو ما ننسى إنه كمان معظم الاتفاقات اللي صارت هو عاملة عمليا يعني بس لشؤال هكتين بعدين ما تنسى فيه شغلة كتير أساسية رالف لازم ننتبه له القطر يبلش يستثمر كتير عنا بلبنان كان بالنفط ولا بإشيات تانية حتى عبي ياخد استثمارات بالداخل هو القطر يلعب دور كمان لعب دور أساسي لو فيه شكوك كبيرة وتاني شي فيه مصلحة غربية كبرى إنه يضل هيدا النفط والغاز ويذهب إلى الغرب فحتى لو إذا بدوا يلغي نتانياهو رح يصور عنده مشكلة داخلية كبرى كبرى بيعملها بس إنه بشك سألت باسيل إذا التقى المفاوض هكشتاين قالك إنه ما بده يجاوب إذا إيه أو لا هو التقى بس الوزير ربو صاعب كان عامل تقى إياه لا التقى الجبران ليش ما بده يقول أنا وانا كنت بعرف إنه التقى ما بعرفين كم بتعمل أحراج ويمكن التقى بباريس كمانا هل العقوبات على جبران راح تزول بسبب الترسيم ويمكن السفير بباريس لعب دور باللقاء يمكن هيك سمعت يعني التقى بسبب السفير يمكن التقى بباريس كمانا مش بس بلبنان هل العقوبات راح تزول عن باسيل بسبب الترسيم بطريقة إلى الرفع بس بده إجراءات داخل أمريكا مش سهلة مش سهلة بس بعتقد إنه صار عبتجي مؤشرات إيجابية لجبران باسيل وأنا بعرف جزء منها مؤشرات جدية من الأمريكان معقول نوعى نهار ونلاقي جبران باسيل رئيس بالفترة القادمة ما تستبعد شي بالبلد رالف ما تستبعد أي شي نحن نتذكر لما إجا الرئيس ميشيل عون كانت أطراف ضده جديا إنه ما يجي بما فيهو رئيس مجلس نواب لما بتقرأ كتاب السقب الأسود مع الزميل نبيل هيسم هو بلغوا للرئيس ميشيل عون إنه أنا ما بدي إياك بالنهاية المعادلة إجابته ما تستبعد شي وجبران باسيل بعده صغير بالعمر إيه ليش لا بيكون ديبلوماسي برأيك أو بيضل مثل ما هو إذا إجا رئيس ما بعرف هلأ بدك تشوف وضعه بالتيار قبل ما نحكي بالرئيسي يعني بالمرحلة المقبلة هل رح يضل جبران بس هيدا الرهان الأكبر أنا برأيي لما عملنا المقابلة مع الرئيس ميشيل عون بخلال السورة بلبنان أنا كانت كان رأيي وقلت له إياه لأله لأستي جبران قدام الرئيس لما عملنا الجلسة بعد اللقاء قلت له أنا محلك بترك سياسي كله وكل الوزراء وكل شيء له علاقة بالدولة وبروح بنشي التياري وبروح باتجاه المعارضة لأنه هيدا اللي بيرجع بعززلك دورك أنت طالما بالسلطة بدك تسيق لنفسك ورح تسيق للرئيس كمان بالمرحلة الجيل بتصور هلأ الرهان هو كيف بده يصير مستقبل التيار وهل جبران بسيل بده يضل هو الزعيم فعلا للتيار ويرجع يعزز حضوره أو بده يقوم حركة داخل التيار ضده بعدين ما بعرف